عيدة بالتعليقات اللي بتنزل لنا على اليوتيوب فيه بصراحة تعليق لإحدى الطالبات بتقول إن أنا ما باخدش دروس وبعتمد على قناة تعليمية شهادة طبعاً نعتز بيها مش كفلسفة بس لا ده الفلسفة سواء أستاذ محمد عفيفي سواء أستاذ أحمد صميدة وأخيراً سوريا مش بس إحنا التلاتة لا ده أصلاً فريق الإعداد اللي معانا وفريق الإخراج كلنا وقناة ككل عوامل مساعدة كلنا عوامل مساعدة عشانك إنت وعشانك إنت معنى كده إن إحنا بنساعدك لو في أي سؤال لو في أي استفسار إنت مش عارفه إحنا معيك برضو جلنا تعليق إن بعد ما منخلص الدرس إنتوا طلبين مننا إن إحنا نقول بعض الأسئلة إنتوا عايزين أسئلة إن إحنا نطرح عليكم كنوع من أنواع تقييم لنفسك أو لذاتك إحنا برضو بعد ما هخلص الحلقة إن شاء الله هتكون مجاهز ألمك وهنملي بعض الأسئلة على الجزء اللي إحنا خدناه أهم حاجة إنك ما تستصعبش الفلسفة أهم حاجة إنك تعلي نسبة الفهم وما تحفظ طول ما أنت بتفهم الحاجة طول ما أنت هتتمكن منها قبل ما تفهم وقبل ما تتمكن لازم تحب الحاجة اللي بيحب الحاجة الحاجة كمان بتحبه فأنت لو حبتها هتتقبلها بعيوبها مش بتوقع التنقي لأ دي وحشة لأ دي صعبة اللي بيحب حاجة ما بيشوفش عيوبها زي ما أنا كده بحب الفلسفة فمش بشوف عيوبها أنا كمان عايزكم تحبوا الفلسفة وبالتالي مش هتشوفوا عيوبها اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على فلسفة البيئة قلنا إن البيئة تعاني من خلل قلنا إن البيئة مهددة بالانهيار لإساءة استعمال الإنسان للنبات والحيوان فحصل خلل اتكلمنا على مظاهر اهتمام المصر القديم بالبيئة وقلت لكو أنت بتذاكر هتحفظ خمس جمل بس تفهمه من الأول قلنا إن المصر القديم عرفة بحبه الشديد للبيئة وعبدها وقدسها من أجل بناء حضرته العظيمة والسيطرة عليها قلنا إن الحب ده تظهر في كتاب الموتى وده أقدم الكتب المصورة لدى المصر القديم اللي بيوضح إن الإنسان قديما كان بيحافظ على البيئة ليس فقط لكي يحيي على الأرض وإنما نوع من أنواع التقرب للإله قلنا أيضاً ظهر الحب في تعويزة اسمها تعويزة إعلان البراءة أمام الإله الأعظم اللي بيبدأها المتوفي ليه قلنا المتوفي؟ قلنا لأن قديما كان المصر القديم بيؤمن بالبعث والخلود فعشان يصحى مرة تانية كان بيقول السلام عليك أيها الإله العظيم أنا لم أعتدي لم أؤذي مخدتش حاجة من حقوق الكائنات الحي قلنا آخر حاجة أن المصر القديم احترم كل مظاهر البيئة شمس، هوى، طربة، حيوان، نبات لدرجة أنه اتخذ من الشمس إله ختمنا كلامنا أن قدس المصر القديم نهر النيل لدرجة العبادة ووجه له الأناشاة خلال صلواته تيجي نشوف الصين النهاردة تعالوا نشوف الصين لما نيجي نتكلم على الصين أنا عايزك بس تستدعي الصورة دي قدامك تعالوا نشوف الصورة دي وليكن صورة البيئة دا الإنسان طبعا أنا فشلة في الرسم وده الحيوان وده النبات احنا نخلي الصورة دي قدامنا ويا ترى الصين عندهم كانت إيه إنت يا بيئة كنت عاملة إزاي الصورة قدامنا خليها قدامك حطها في الزاكرة معاك وارجع لنشوف الصين يا طرح البيئة عند الصين عزيز الطالب كان معناها الطاو الطاو يعني المبدع يعني القانون يعني الكيان الزاتي للأشياء المقالة اللي تأتي منه الأشياء تيجي أقول لك على قصة الصين بتحب الزراعة تحب الزراعة جدا والاهتمام بالنباتات فلقت إن إحدى الطيور بتيجي بتنقر عندهم الزراعة يا دا كل مرة تيجي تنقر لنا الزراع وبوزت لنا الزراع إحنا مدقين قوي منها فرح الصينيين أصدروا حكم بإعدام تلك الطيور لما عدموا الطيور هي الحمد لله إحنا خلصنا منها وفرحنا إن إحنا تخلصنا منها أتاري إن الطيور دي كانت فعلا بتنقر عندهم الزراع بس وهي بتنقر الزراع كانت بتاخد دودة بتأذي الزراع لما قضوا على الطيور انتشرت الديدان ولما انتشرت الديدان قضت على الزراع تفتكر عايزة وصل لك إيه من القصة دي عايزة وصل لك إن كل حاجة في الوجود ربنا خلقها لها حكمة ولها سبب مش من حق الإنسان إنه يتعدى على شيء موجود في الطبيعة لإن ربنا خلق دا يتغزى على دا دا يتغزى على دا معنى كده كانت البيئة عند الصين تمثل الطاو والطاو معناه ثلاث كلمات مبدأ قانون كيان ذاتي للأشياء الصينيين اتقرصوا ولما اتقرصوا اتعلموا الإنسان ما بيعرفش قيمة الحاجة غير بعضا ما بيفقدها بعد كده بينضم عليها معنى كده الصينيين آمنوا اعتقدوا اقتنعوا بحكمة الوجود وترابطوا وانتظاموا واتصاقوا قالوا لا دا الوجود دا ليه حكمة لا دا الوجود دا ممتازم دا مترابط دا متصق احنا مش هنتعدى على حاجة في البيئة طبعا عايزة حفظك وجهة نظر الصين في البيئة تيجي نبص للرسمة ونرجع لها تاني تعالى نبص في الرسمة ونشوف يا ترى وجهة نظر الصين اين وجهة نظر الصين وانت بتذاكر واحد احنا قلنا دا مين انسان دا مين حيوان دا مين نبات اذا تتمثل وجهة نظر الصين في المساواة بين جميع الكائنات الحية يعني يعني دا زي وزي دا وزي دا سمع واحد بيقول لي لا 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 انا مش زي الحيوان ولا النبات لا مساواة يعني يعني مفيش تمييز يعني انت غير مميز عن دا وعن دا سمع واحد برضو بيقول لي لا يا ميس انا مميز مش مسألة مميز او غير مميز الصين عايزة تبلغك انه مش من حق الانسان انه يتعدى على الكائنات الحية بحجة انه الارقة والاقوى سيجي نعيد الكلام تاني كانت فلسفة الصين تتمثل فيه واحد المساواة بين جميع الكائنات الحية اتنين الغاء التمييز بيلغوا التمييز ما بين الانسان وباقي الكائنات الحية طب تلاتة خلي بالك يجب ان يحيا الكل كلمة الكل عادة على الانسان مع الكل في تناغم نختم باخر جملة اربعة لازم الانسان يحفظ توازنه ما يتعداش على باقي الكائنات الحية بحجة انه الارقة والاقوى طب تيجي نشوف لووتسي بيقول ايه طبعا احنا بنشكر فريل الاخراج فريل الاعداد بنشكر القناة لانها بتجيب لنا صور والصور دي فعلا بتربطك بالجملة المعبرة ليا لووتسي طلع بيخاطب الانسان وبيقوله شوف كأن كأن بيديك لغة تحذيرية بيديك انذار اتحسب انك قادر على تولي امر العالم انت فاكر انك قادر انك تغير في العالم انت فاكر انك هتقدر تعمل تحويلات في العالم وتتلاعب بالطبيعة ومقدرتها تاني جملة لووتسي يقول مخاطبا الانسان اتحسب انك قادر على تولي امر العالم العالم مقدس ولن تستطيع تغييره ولو حاولت لكان خرابا وضمارا عارف مثلا لما يجي واحد يخش اخناء ما حد يا حبيبي مش هتقدر انت مش شايف جسمك من جسمه لا هخوش لا هضرابه لا يا بابا مش هتقدر هتضرب هتتدمر هتحصل مشكلة وده مصمم خدها كجملة تشبيهية لووتسي برضو بيخاطب الانسان كأني بيديك انذار عارف لما اجي انا احذرك ما اجيش اوعى مثلا تنط في الناحية دي عشان غويتة اوعى مثلا تعمل كذا عشان مش عارف ايه اذا انا بحذرك نفس الكلام بيقوله لووتسي بص اللغة التعبيرية اتحسب انك قادر على تولي امر العالم انا لا ارى ذلك ممكنا شوف الثقة بالنفس وهو بيحذرنا ان العالم مقدس ولا انت استطيع تحسينه مش هتقدر تحسينه ولو حاولت لكان خرابا وضمارا عليك لووتسي اعزان الطلبة اللي قدامك ع الشيشة مين ده لووتسي بيدي اشارة تحذير وانذار مبكرة للانسان اي محاولة منك ليه التلاعب بالبيئة ومقدرتها مالها سوف يوقع الضرر والخراب عليها معنى كده احنا عايزين نلم لووتسي كده واللم الصين احنا عايزين نلم الصين كانت البيئة عند الصين الطاو والطاو يعني مقال مبدع قانون ذاتي للاشياء انت بتحترم الشئ لذاته الصينين اتقرسوا فتعلموا واقتنعوا بان الوجود لي حكمة الوجود مترابط ومنتظم ومتصق وجهة نظر الصين تتمثل فيه واحد المساواة بين جميع الكائنات الحية اتنين الغاء التمييز المصطنع اللي انت بتدعيه انك مميز عن باقي الكائنات الحية تلاتة يجب ان يحيا الكل مع الكل في تناغم اربعة لازم الانسان يحفظ توازنه وقال لا يتعدى على باقي الكائنات الحية بحجة انه الارقة والاقوى معنى كده احنا عرضنا وجهة نظر حكماء الشر فيه في فلسفة البيئة والاهتمام بالبيئة المصري ومين والصيم تيجي نشوف المفكرين العرب نشوف يا ترى ابن ردوان هيقول لنا ايه هننزل طبعا بصور لابن ردوان الفيلسوف والطبيب ابن ردوان ابن ردوان عزيز الطالب عمل كتاب رسالة في الحيلة في دفع مدار الابدان بارض مصر قل لي مناخك قل لي موقعك ونعرف اقول لك الامراض التي تصيب الانسان طبعا برضو احنا بنشكر فريق الاخراج لانه بيعرض لنا مجموعة من السور ايه فايدتها انت خدت في نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي خد ان احنا عشان نعلم حد نربط الجملة المراد تعلمها بالصورة المعبرة عنها طب تيجي نعرض ده طبعا بن ردوان فيلسوف وطبيب معانا طب تيجي نعرض مجموعة من الامراض هتظهر لنا قدامنا على الشاشة ونشوف يا طارة ايه العلاقة ما بين الامراض وما بين المكان وما بين البيئة وما بين المناخ يا طارة مين بيجي له برد هل يا طارة احنا دلوقتي عايشين في مصر احنا عايشين في الصيف مناخ صيف لا في الشتاء طب معنى كده هيجينا لأ برد طب تيجي نعيش في اوروبا لا طب اوروبا دي بلد اصلا عندها تلج هل يا طارة هيجينا نفس البرد لا معنى كده احنا بنعرض بص مجموعة من الصور الصور دي بتبرزلك انت عايش فين مكانك فين مناخك ايه وانا اعرف اقولك المرض والوباء اللي هيصيب الانسان انا عايش في مصر طب احنا عايشين في الشتاء طب لا انا عايش في اوروبا اذا في اوروبا تختلف الامراض عن البيئة مين المصريا اللي موجودة معي تيجي نقول ابن ردوان تاني ابن ردوان مين فيلسوف وطبيب قدم العديد من الاسهامات في مجال الفكر البيئي عمل كتاب رسالة في الحيلة في دفع مدار الابدان بارض مصر ربط ما بين خصائص المكان سلامة البيئة النبات الهوى الشمس وما بين الامراض والاوبئة اللي تصيب الانسان نوع النبات وانا اقولك نوع المرض والوباء خلي بالك ابن ردوان درس موقع مصر الجغرافي ومناخها وعلاقته بالمناخه ايه المقصود الصيف شتع وانا اقولك الامراض والاوبئة التي تصيب من الانسان ابن ردوان قدم دراسة بيئية ايكولوجية تربط ما بين السبب والنتيجة بطريقة جدلية علمية قل لي وانا اقولك قل لي مكانك قل لي مناخك وانا اقولك المرض والوباء بطريقة علمية طب انت ابن ردوان منهجك يتسم بايه منعك ابن ردوان يتسم بالعلمية الشمولية الدقة التكامل لدرجة عزيز الطالب ان كتابه يحكي كل الكتب العالمية المعصرة في مجال الاهتمام بشؤون البيئة ابن ردوان اكد على اثر البيئة في اخلاق وعادات المصريين سمع واحد بقول لي ده كتير اوي ست جمل هتقول لي قدم العديد من الاسهامات في كتابه رسالة في الحيلة في دفع مدار الابدان بعرض مصر رابطة طب نسيت رابطة درسة علاقة المكان البيئة المناخ الشمس الهوى النبات وعلاقته بالامراض والاوبئة اللي بتصيب الانسان خلي بالك درس اصلا موقع مصر جهورافي ومناخة وعلاقته بالوباء والمرض اللي بيصيب الانسان قدم دراسة بيئية ايكولوجية كلمة ايكولوجية يعني بيئية تربط بين السبب والنتيجة بطريقة جدلية علمية منهج ابن ردوان يتسم بالعلمية والشمولية والدقة والتكامل مما جعل كتابه يحاكي كل الكتب العالمية المؤسرة في مجال البيئة خلي بالك ابن ردوان اكد على اثر البيئة في اخلاق وعادات المصريين احنا اتكلمنا على ابن ردوان تيجي نشوف ابن خلدون وهو احد المفكرين العرب تعالوا نعرض صورة لابن خلدون ونشوف يا طرى ابن خلدون مين ابن خلدون عزيز الطالب ميز بين البيئات الصالحة للعمران البشري والبيئات الغير صالحة للعمران البشري بمعنى ايه عايز ابن عمارة فين ابن عمارة على النهر ماشي جنبك نهر النيل جنبك مكان يصلح للزراعة لا للشرب طب هبني عمارة في الصحراء لا ده خالية غير صالحة للعمران البشري ده غير مؤهلة تماما ابن ردوان ميز بين البيئات الصالحة للعمران البشري والبيئات غير الصالحة للعمران البشري نركز بقى في الحتة دي عمل كتابه اوضحة في مقدمة كتابه قدمت ابن خلدون كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر منذ تاريخ العرب والبربر والمعجب كل ده وطب وضح فيهم ايه الأقاليم الجغرافية وتأثيرها الأقاليم الجغرافية مكانك الجغرافي وتأثيره على أحوال البشر ووظائفهم صناعهم مبنيهم كل ده ليه علاقة بمعنى ايه؟ تيجي نعرض مجموعة من الصوار لبيئة ساحلية او صحراوية او ريفية او زراعية كل مكان يحكمه عمران معين ويحكمه نظام سياسي معين بمعنى لو انا جيت بكلمة على بيئة ريفية تفتكر مين اللي يحكم اللي يحكم لا ده احنا عندنا العمدة بيحكم لا انا هروح ارفع قضية لا مش من حقك عيبة حتى في حقنا طيب احنا ببيئة ساحلية معنى كده اللي هيحكمني لا ده شيخ الصيادين هو اللي هيحكمني طيب انا ببيئة صحراوية لا ده شيخ القبيلة اذا نوعية العمران وعلاقته بالنواح السياسية يبقى احنا شايفين الصور بتعرض لنا انت بيئتك ايه؟ ساحلي لا زراعية لا صناعية لا ريفية كل بيئة وليها نظام سياسي معين بيحكمها زي ما احنا شايفين مجموعة من الصور بتبرز لك سواء المنطقة ساحلية سواء المنطقة زراعية ريف لا صحرا كل دي بسميها مين؟ مجموعة من البيئات تيجي نقول ابن خلدون تاني؟ ابن خلدون ميزة بينة بيئة صالحة للعمران سامة واحد بقول لي يعني ايه بيئة صالحة للعمران تسكن في الصحراء؟ طب انتو ما عندكش نواحي تخدمك طب تسكن جنب نهر النيل طب تسكن في منطقة في مناطق صالحة انك تسكن فيها ومناطق غير صالحة حسكن لا في اراضي زراعية لا حوالي خدمات معينة وفي اماكن تانية غير صالحة للسكن يبقى ده اللي بسميه اماكن او بيئة صالحة للعمران البشري وبيئات غير صالحة للعمران البشري اوضح في مقدمة كتابه مقدمة ابن خلدون كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر منذ تاريخ العرب والبربر وضح ايه فيهم؟ الاقاليم الجغرافية وتأثيرها على احوال البشر زي ما انت شايف انت شايف بص ازي بيختلف حسب الاقليم الجغرافي يبقى حوال البشر لان انت ساكن فين؟ بيئة نوع ايه؟ ريفي صناعي زراعي كل دوات ساحلي كل دوات بيأثر في شكل المباني لو احنا جينا نعيشنا يبقى لو احنا جينا نعيشنا هتلاقي عندك شكل المباني حتى مختلف من بيئة اخرى يبقى مباني الافراد اقوات الافراد الفطار الغدى العشاء في ناس تعتمد في عشاء على وجبات معينة في ناس تعتمد على وجبات معينة حتى منحس ازي اللبس بص البيئة الرفية اللبس عامل ازاي بص البيئة السحلية عاملة ازاي بص البيئة الزراعية عاملة ازاي خلي بالك ما تنساش أن ابن خلدون حدد وتحدث عن أثر الهواء في أقلاق المصريم الهواء طبعا لو أنا هتكلم على مصر والسودام أقليم حرة ولا باردة؟ حرة ولكنها تتسم خفة الدم المرح شعب يتسم بالنكتة ما بيشيلش حساب للمستقبل عكس الأقليم البارد عكس الدول البرة تعمل حساب للمستقبل بتتداخل اليومها أنا صرفت إيه؟ أنا بعمل إيه؟ شيء منظم يبقى إحنا تحدثنا عزقنا الطلبة على المفكرين العرب سواء كنا بنتكلم على ابن رضوان أو سواء كنا بنتكلم على ابن خلدون تيجي نشوف فكرة جديدة نوعية جديدة عايزين نشوف الفلاسفة المفكرين المعاصرين رأيهم إيه؟ في البيئة وحقوق الحيوان هنستند لأول فلاسوف معنا ألا وهو بيتر سينجر وبرضو بنشكر في رئي الإخراج إنه هو جهز لنا مجموعة من الصور للفلاسوف بيتر سينجر بيتر سينجر ماله بيساوي ما بين الإنسان وباقي الكائنات الحياة بيتر سينجر يستند إلى مذهب أطلق عليه المذهب النفعي الذي أسسه بنتهم وكان إحدى مؤسسي بيتر سينجر عزيز الطالب ينص مذهب النفعي على تحقيق أعظم قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس زي ما إحنا شايفين الفيلسوف بيتر سينجر الذي يدافع عن الحيوان الذي ينادي بالمساواة بين الإنسان وباقي الكائنات الحية وقال إن المنفعة تنص على تحقيق أعظم قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس طيب تيجي نشوف مجموعة من صور الحيوانات قبل ما نخش في مذهب المنفع نشوف يطرها الحيوان أثناء الدبح طيب نشوف يطرها فران التجارب وإحنا بنجري عليها التجارب يطرها بتحس ولا خاليا من الإحساس يطرها هل الحيوان بيحس سعادة شقاء دي فران التجارب معنا احنا عايزين نجري تجربة على الحيوان نشوف أثر دواء معين طب جرعة معينة طب تحليل معين طب بحث معين بص معنا بص الحيوان بنستنفع منه بنستغله بنستفيد منه قادي معنا مجموعة من الصور طب تأثير الجرعة دي طب تأثير الجرعة دي زي ما احنا عرضنا الصور بالنسبة لفران التجارب طب نشوف مجموعة من الصور فيها نوع من النوع القصوى والدبح شوية نشوف يا ترى وإحنا في العيد الكبير بنتبح وإحنا بنتبح الحيوان ده وصد الحيوان ده دون مراعاة لمشاعره حسيسه وإحنا عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإحنا بنتبح بس نراعي ما نتبحش ده وصد ده حفاظا على مشاعره طب زي ما إحنا شايفين قدي مجموعة من الصور بتبرز لنا إن الحيوان فعلا بيحس بيحس بالشقاء بيحس بالقلم بيحس بالسعادة بيحس باللزة زي وزي الإنسان تيجي نجيب قطة تخبط على الباب عندك تيجي ناحية الباب تحط لها شوية لبن كل يوم هتجي لك حسد بالسعادة طب تيجي لو جات القطة تهشها لا تضربها لا مش عارف تضلق عليها ميا ما هي بتحس بالشقاء والألم بيتر سنجر عزيز الطالب بينادي بنوع من أنواع المساواة في الإحساس وفق ماذا باسمه المنفع أنت بتستنفع منه والمنفع أسسه بنتام ينص على أن تحقيق أكبر قدر من السعادة لأعظم قدر من الناس طب وإنت يا حيوان بتحس بايه قال أنا بحس سعادة بالشقاء باللزة بالألم زيه زي البشر بيتر سنجر لازال قدامنا على الشاشة عايز يا بيتر سنجر الرسالة اللي أنت عايزت توصله لنا بيتر سنجر بيقول أنا بدعوه لإنصاف الحيوان وبنقض كل صور العنف التي تمارس ضد الحيوان في المعمل أثناء إجراء التجارب عليهم أو في التربية وإحنا بنربية بمعنى إيه وإحنا بنربية هربي كلب بس أنا بربي الكلب لا هحبسه لا هحطه فوق السطح طب عمرك حسيتي بالمطرة طب الشمس طب حاجة قرصته طب حاجة إذن نحسن التعامل مع الحيوان ليه؟ لأنه بيحس زيه زي الإنسان تيجي نشوف وجهة نظر أخرى تعالوا نشوف توم ريجان يا ترى توم ريجان هدفه إيه؟ توم ريجان عزيز الطالب أنت مين؟ أنا بساند بشارك بوافق أخوي وحبيبي وصحبي بيتر سنجر طالما بيوافقه طالما بيشاركه طالما بصاحبه ودي صورة لتوم ريجان قال أنا أكلمكم كده بالبلدي أنا بعتمد على مسلمة بص الصور قدامنا لتوم ريجان الذي شعر بيتر سنجر في دعوته للحفاظ على حقوق الحيوان مستنداً إلى مسلمة إيه هي يا ترى المسلمة اللي قالها توم ريجان قال جملة سهلة جداً وبسيطة لو فكرت تأذي حد عشان منفعة أو عشان متعة أنت بتنتهك حق الفرض وبتأذيه إزاي؟ لما أنت بتأذي حد هو بيرد الأزية يعني لو أنت فكرت أنك تأذي حد في مقابل منفعة أو في مقابل متعة هو انتهاك لحقه في عدم الأزى ريجان بيقولك إذا كان من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه ضد عدم الأزى فهو كذلك حق من حقوق الحيوان شوف تخيل كده معي طم ريجان هو قدامك على الشاشة طالع بيخطبك بيقولك إيه وإنت بتحفظ أكد ريجان أكد ريجان أكد ريجان أن فكرة إيزاء الكائنات البشرية لعجل منفعة أو لعجل متعة هو انتهاك لحقه في عدم الأزى إنك تأذي إنسان في مقابل منفعة أو في مقابل متعة هو انتهاك لحقه في عدم الأزى أكد ريجان أنه إذا كان من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه ضد عدم الأزى فهو كذلك حق من حقوق الحيوان يه إزاي الفلاسفة دماغهم بتجيب هذي التعبيرات إزاي قدرة الفيلسوف في الدفاع عن جزء موجود معنا في البيئة معنى كده فلسفة البيئة كلها مكونة لو تحط الصورة قدامك إنسان حيوان نبات إنسان أهمل الحيوان أهضر حقوق الحيوان أساء معاملة الحيوان كذلك أهضر النبات أهضره؟ آه سأب ميا ملواسع لا أرش عليه كيمويات فأصبحت الحاجة مرشوشة الحيوان تغذى عليها صحته التغذى الإنسان جي تغذى على الحيوان والنبات وبالتالي تأثر إحنا تحدثنا عن مفكرين العرب وقلنا ابن رضوان وابن خلدون بص الصور كنا زمان بنكل الأشياء طبعية زي ما انت شايف كانت صحة الإنسان فعلا خليه من أي تلوث بص لما جيه بدأ يروش الكيمويات بص تأثرت لأن الحيوان عايش عايش وسط البيئة الزراعية وبالتالي تأثرت صحة الإنسان كمان زمان وانت خطاف مرحلة القهر والاستبداد كنا بنكل الحاجة طبعية تاكل الخوخ يا مسكر قوي أيام جدتي تاكل الفاكهة يا جميلة قوي دلوقتي بقينا ناكل الأشياء ولكنها فقدت الطعم بسبب تدخل والتقدم التكنولوجي والعلم الرهيب اللي أثر على جميع الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان المياه الخضرة فواكه استخدامه للهندسة الوراثية استخدامه للإستنساخ القذرات النفايات كل ده بسبب إساءة مين الإنسان لمين للبيئة احنا تكلمنا على بيتر سينجر ودفاعه عن الحيوان مستندا للمذهب النفعي الذي أسسه بنتهم أحد مؤسسي وينص على تحقيق أعظم قدر من السعادة لأكبر قدر من الناس وبما أن الحيوان قادر على الشعور أنا سمع حده بيقول معاه قادر على الشعور بالسعادة والشقاء واللزة والألم مثله مثل الإنسان يجب أن نضع في حسابتنا معاناة الحيوان أثناء إجراء التجارب عليهم في المعامل ونخدم كلامنا في بيتر سينجر دعا سينجر لإنصاف الحيوان بص واحد طلع ينصف حيوان بص القدرة والشعور والإحساس ونقض كل صور العنفة التي تمارس ضده سواء في المعامل أو في التربية كلمنا على توم ريجان شارك طب نسيتها وافق طب نسيتها أي يدى توم ريجان بيتر سينجر في دفاعه عن الحيوان مستندا إلى مسلمة مسلمة يعنيه أنا أكلمك بالبلدي بديهي لو أنت بتدافع عن نفسك وبتدي الحق لنفسك اديه للحيوان يبقى أنت بتحفظ أكد ريجان برافو عليك سيما أحب بيقول لي هنقول أكد ريجان أكد ريجان أكد ريجان أنه إذا كانت فكرة إزاء الكائنات البشرية لأجل منفعة أو متعة هو انتهاك لحقه في عدم الأزم اتنين أكد ريجان إنه إذا كان من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه ضد عدم الأزم فهو كذلك حق من حقوق الحيوان يا لها من مثالية تيجي نعلى شوية ونوسع الدائرة شوية هنتكلم على مين ألدولي بولد وأخلاق الأرض حلوة الجملة دي تعالوا نكتبها عشان نترجمها ونشوف يا طرح معناها إيه ما تقولش إن الأسماء صعبة إحنا ما تكلمناش غير على ابن ردوان قل لي مكانك قل لي مناخك قل لي هواك قل لي شمسك أقولك مرضك وبائك كلمنا على ابن ردوان اللي ميز بين البيئات الصالحة والبيئات الغير صالحة للعمران البشرين تحدثنا عن المفكرين المعاصرين الفلاسفة بأمثال بيتر سينجر وطوم ريجان تعالوا نشوف ألدولي بولد هيقول إيه ألدولي بولد ألدولي بولد طالع يدافع عن ألدولي بولد طالع يدافع عن أخلاق الأرض أخلاق الأرض سمع واحدة بيقول لي هي الأرض كمان لها أخلاق قلنا الحيوان وماشي الأرض كمان لها أخلاق أه طبعا الأرض ضمة خلي بالك شمس وهوى ونبات وحيوان شمس وهوى ونبات وحيوان معنى كده أنت يا لبولد عايزي لبولد بيطالب بيطالب بأن يتسع مجال البحث الأخلاق الأيكولوجي ليشمل أخلاق الأرض والأرض بتضم هوا وشمس ومية وطربة وحيوان معنى إيه لبولد عزيزي الطالب بيقول هو أنتو عينيكم مش جايبة غير الحيوان بس إحنا عايزين نوسع الدايرة شوية بس طالب لبولد بأن يتسع عايزين نوسع مجال الأبحاث الأخلاقية الأيكولوجية بحيث نتكلم على أخلاق الأرض إذا نظرة لبولد برافو عليك أعام أكبر أوسع أشمل من نظر بيتر سينجر وطوم ريجان بيتر سينجر وطوم ريجان نظراتهم دفاع عن الحيوان فقط ولكن قلده لبولد نظرته بيدافع عن الحيوان بيدافع عن الأرض والأرض ضم شمس وهوى ومية وطربة ونبات لبولد عايزين عايزين يغير منظومة تفكير الإنسان تجاه الأرض طلبة لبولد بتغيير منظومة التفكير الإنساني لدى الإنسان العاقل بدلا من أن ينظر لنفسه على أنه مستعمر متحكم سيد للأرض علي أن ينظر لنفسه على أنه مواطن والأرض موطن ما تخشش تهنهاش في الأرض ما تجيش تستعمر بلد تانية ما تجيش تنتقم من بلد تانية فترمي عليها قنابل ولما ترمي عليها قنابل ده أنت بتلوسها يبقى تعالى بقى نكتب الكلام ده كده نشوفه لو جينا نكتب طالبة لبولد أدي هو طالبة لبولد بأن يتسع مجال البحث الأخلاقي الأيكولوجي ليشمل من أخلاق من الأرض وأن الأرض تفتح قصوة تقول لي هو وشمس مية نبات حيوان تيجي نترجم الكلام لبولد بيطالب حلو بيطالب ايه؟ نوسع الأبحاث الأخلاقية الأيكولوجية أيكولوجية يعني بيئية عشان تشمل كلمة اسمها أخلاق مين؟ الأرض والأرض ضم هوا شمس مية نبات حيوان لبولد عزيز طالب بيطالب بقى لا ينظر الإنسان لنفسه على أنه مستعمر على أنه متحكم على أنه سيد للأرض علي أن ينظر لنفسه على أنه مواطن يحترم الأعضاء والزملاء والمجتمع بدلا من أن ينظر لنفسه على أنه مستعمر متحكم سيد للأرض لا أنا عايزك تكون مواطن أنا نفسي تحس بالأرض أنا عايزك تحافظ على الأرض بكل مكوناتها طب مكوناتها ليه مين؟ الشمس والهوى والطربة والحيوان ومين؟ والنبات طيب تيجوا نشوف واجهة نظر في حيلي صوف آخر في الدفاع عن البيئة تعالوا نشوف إحنا خدنا عشان بس ما تتوش مني وتقول الأسماء كتيرة ما تصدرش لدماغك إحنا خدنا واحد اسمه بيتر سينجر وقلنا أن بيتر سينجر استرد لمذهب اسمه مذهب مين؟ المنفعة برافو عليك اللي أسئسه مين؟ بنتام وقلنا أن المنفعة تنص على برافو عليك تحقيق أكبر قدر من السعادة لأعظم قدر من؟ الناس وبما أن الحيوان قادر على الشعور لزة سعادة شقاء ألم زيه زي مين؟ زي البشر إذن بيتر سينجر بيدعو لإنصاف الحيوان ونقض كل صور العنفة التي تمارس ضده جينا وروحنا تكلمنا على مين؟ توم ريجان وقلنا أن توم ريجان بيشارك أخوه حبيبه بيتر سينجر في الدفاع عن مين؟ في الدفاع عن الحيوان وقلنا أن توم ريجان بيستند إلى مين؟ بيستند إلى مسلمة كلمة مسلمة سماعة واحد أو واحدة بتقول أنها نستها أو مش فاهمها مسلمة يعني فكرة بديهية واضحة بذاتها وأنه أنت بتذاكر برافو أكد ريجان أكد ريجان أكد ريجان أن فكرة إزاء الكائنات البشرية لأجل منفعة أو متعة هو انتهك لحقهم في عدم الأذى أكد ريجان أنه إذا كان من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه ضد عدم الأذى فهو كذلك حقه من حقوق الحيوان وتكلمنا على قلده لبول تيجي نشوف وجهة نظر تانية هنتكلم على إيرني نايس تعالوا نشوف إيرني نايس إيرني نايس صاحب مزع بيدعى على الأيكولوجيا العميقة كلمة أيكولوجيا بيئة طيب أسألك سؤال حد خبط عليك على الباب قالك معنا هدية صندوقين تختار منهم صندوق بس إحنا عنقولك إيه اللي جواه الصندوقين وأنت تختار اللي أنت عايزه معنا صندوق فيه خروف حلوة قوي لحمة وصوف وكده ولحمة ضاني ومعنا الصندوق التاني فيه غراب هتختار طب وإنتي هتختاري كله هالخروف طب وإنا هختار برضو الخروف معاولة هاخد غرابة رواح بيه مش معاولة طبعا هاخد الخروف بص إيرني نايس صاحب مزع بلايكولوجيا العميقة ما تاخدش الحاجة بهدف الاستفادة منها أنت بتحترم الحاجة بغض النظر عن الاستفادة منها تيجي بسطالك شوية ما تقولش الغراب ده إيه ده ده بوز نحس إيه ده لأ ده دليل شؤم طب أقولك على معلومة أن الغراب هو اللي علمنا أصول الدفن الغراب تحت جناحه بيؤخذ دواء ومادة شافية للعين إيرني نايس صاحب مزع بلايكولوجيا العميقة الذي ينص على احترام القيمة الزاتية لجميع الكائنات الحية أنا بحترم الحاجة اللي ذاتها بغض النظر عن مدى فايدة الإنسان عارف لما تحب حاجة لذاتها أنت بتحبها لذاتها حتى لو مش بتستفيد منها أنت بتحبها وبس يبقى ده ماذا باسمه الايكولوجيا العميقة احترام كل من يعيش في البيئة بصرف النظر عن الفواعد النفعية للبشر مش منتظر الحاجة ولا بتحبها عشان بتستفيد منها لا أنا بحترم سين وصاد وعين بحبهم راغ أن أنا ما بستفيدش من هؤلاء الكائنات الحية ولكن أنا بقدر الشيء لمين لذاته طب عميقة ليه سميتها عميقة يا إيرني نايس؟ عارف لما يجي حد يشوف الحاجة بعمق مش بيكتفي بالسطحية والإشرة الخارجية ولكنه بيبحث بعمق في علاقة الإنسان مع البيئة والتوصل إلى استنتاجات أكثر فلسفية عيني شافت حاجات لا يستطيع الإنسان العادي أن يراها زي لما أنت تيجي تعجب بالحاجة قشة الخارجية عارف لما تيجي تمسك كتاب تمسك ملزمة إيه ده كتير قوي إيه الكلام ده كله أنت هتمت بالقشور وربما لو تفحصت في الجوهر لو وجدت أن الجوهر سهل وبسيط لكنك حكمت من خلال السطحية والمظهرية ولم تبحث من خلال مين الجوهر تيجي نشوف إحنا خدمة إيه النهاردة إحنا ابتدينا بفلسفة الصين وقلنا أن الصين كانت عندهم الطاو وقلنا أن الطاو آمنوا بحكمة الوجود وترابطه وانتظامه واتساقه وترابطه قلنا أن وجهة نظر الصين بتتمثل مساواة بين جميع الكائنات الحية استشدنا بجملة لووتسي في كتاب الطاو جملة تحذيرية وتعبيرية ومعبرة أتحسب أنك بص لغة عارف التحذير الإنذار حبيبي ما تروحش ما تروحش ناحية كذا بص الإنذار إيه وعتروح ما تفتكرش ما تفتكرش عارف لما يكون واحد ما تتجهش ما تعملش بس الإنسان طبيعته كده أتحسب أنك قادر على تولي أمر العالم أنا لا أرى ذلك ممكنا بص حتى قدرته في أنه بيقولك مش شايف أنا مش شايف أنك تقدر ليه؟ لأن العالم ماله مقدس طب ولو حاول لكان خرابا وضمارا طب تيجي نكتب مجموعة من الأسئلة للطلبة اللي طلبت مننا إن إحنا نديهم أسئلة وتدريبات بعد الدرس لو معك ورع وقلم اكتب معي الأسئلة اللي هنقولها تعالوا نشوف مجموعة من الأسئلة نتناولها بالكتابة نبدأ السؤال الأول وهقول استند بيتر سينجر في دفاعه عن الحيوان إلى المذهب النفعي هل هل تؤيد ولميزة طبعا ما تنساش أؤيد وبعد ما تقول أؤيد تشرح وجهة نظر بيتر سينجر تعالوا نشوف تاني سؤال شارك طبعا ما تنساش طبعا ما لمحت شاركة أو وافقة العبارة صحيحة تعالوا نشوف تالت سؤال اعرض لإسهامات ابن خلدون في مجال الفكر البيئي تعالوا نشوف رابع سؤال تحدث عن أثر الهواء في أخلاق المصريين وقال لك اختر مع التعليل ابن رضوان ابن خلدون بيتر سينجر طوم ريجن طبعا اختر مع التعليل انت بتختار ابن خلدون بس بتقوم بالشرح تعالوا نشوف خامس سؤال طالب لبولد بان يتسع مجال البحث الاخلاقي الايكولوجي ليشمل اخلاق الارض هل تؤيد ولماذا احنا عرضنا مجموعة من الاسئلة احنا النهاردة اخدنا الصين احنا اخدنا بعد كده بيتر سينجر طوم ريجن ألدولي بولد تاني وانا المفكرين العرب ابن رضوان ابن خلدون ما تستصعبش الحاجة وتقول ان الحاجة صعبة حب الحاجة هتلاقيه كمان هي بتحبك حاول تفهمها وتقرب منها هتلاقيه كمان مقربة ليك طبعا احنا اي تعليق احنا طبعا بنشوفه سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك بنشوف كل التعليقات اي حتى اقتراحات ليكو زي ما احنا لما احنا الاقتراحات ان احنا عايزين مجموعة من التدريبات في نهاية الدرس احنا طبعا بننبيها كلنا هدفنا واحد ان احنا نكون وسيلة في نجاحك وسيلة في حصولك على الدرجة النهائية واحنا طبعا بنسمع ارائك لأ مقترحاتك في عندك اي حاجة صعبة في حاجة مش فاهمها في سؤال انت مش عارفه عندك العديد من الصفحات هتلاقيها متواجدة بخلال برنامج مدرسة على الهوى على الفيسبوك احنا برضو بنشوفها ولو في اي سؤال منش عارفه احنا برضو بيتم تواصل معاك وايه ان احنا بنجاوبه اهم حاجة نظم نفسك نظم اجابتك افهم الحاجة عشان تعرف يا ترى ده بينادي بايه فالسوف دوت يا ترى عايز ايه وانت بتذكر الحاجة حط اجابتك تملي في النقاط ما تكتبش الحاجة كأنها بقرة واحدة وكتلة واحدة لأ نظم واحد اتنين تلاتة لو في عندك مثال استدعي المثال زي المثال بتاع السودان او الاقليم الحار والاقليم مين والاقليم البارد عشان تتمكن من الحل كل جزء تاخده حل عليه في كتاب المدرسة حل عليه في كتاب كاريجي حل عليه كلام هتحل اكتر كلام هتتمكن من الممارسة وارد انك تنسى بس بشرط لازم تستمر لان بيحكمك هدف انت عايزه بمعنى ايه انا اعتبر ان في عندي حد ذاكر المراحل تقديس تقليل تفسير توظيف وانسيهم وارد ان صورية كمان تنساه فيش مشكلة ان انا ابص عليهم مرة تانية ما تصدرش ان انا بنسة وتصدر الطاقة السلبية لنفسك احنا لسه في اول سنة لسه المعلومة وردت عليك مرة او مرتين لسه هتورد علينا اكتر من مرة المهم انك ما تيقاس المهم انك تكون عندك نوع من انواع الصبر لازم تكون حابب الحاجة وحاطت نصب عينك هدف تسعى لتحقيقه زي ما انت خدت في درس الزكاة عند ويكسلر ان الزكاة قدرة على العمل الهادف والتفكير المنطقي لازم تحط لنفسك عمل الهادف تسعى لتحقيقه وتفكر بطريقة منطقية انت زي هتوصل لتنفيذ هذه من الفكرة لما تيجي تلم الدنيا اللي احنا خدناها ما تنساش احنا اللي فاتت خدنا تعرف فلسفة البيئة خدنا المراحل تقديس تقليل تفسير توظيف استغلال سيطرة قهرة واستبداد احترام وصوم تناقشنا في المصريين اهتمامهم بالبيئة النهاردة خدنا الطاق او الصينيين خدنا اسهامات ابن ردوان خدنا اسهامات ابن خلدون خدنا بيتر سينجر خدنا توم ريجا الاتنين اللي بيقيدوا الدفاع عن الحيوان خدنا قلدو لبولد ختمنا بإرني نايس اللي هو صاحب مين مذهب الايكولوجيا العميقة اهم حاجة انك انت تكون فاهم الحاجة صح عشان تعرف مين عشان تعرف وانت فاهم هعرف احفظ وانت حافظ هتعرف مين تختم وتعرف تحفظ الكلام كده عزقنا الطلبة والطالبات نكون وصلنا الى نهاية حلقة النهاردة لقاء اخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة